خلينا نبتدي كلمة أعتاد بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا شهدت مجموعة من الأحداث بالأمس أبرزها أن وزارة الداخلية نظامت رحلات ترفيهية لأبناء شهداء بمناسبة عيد الشرطة والمكتب الباباوي للمشروعات بالكنيسة دشن صفحته الرسمية على فيسبوك كمان معانا تصريف ويبو متريكس العام اللي قال أنه تم إدراك حوالي 79 مؤسسة تعليمية مصرية في نسخة يناير 2024 ووفد مكتبة الكونجرس الأمريكي بالقاهرة أشاد بجناح المجلس القومي للمرأة بمعرض القاهرة الدولي للكتابة الأخبار اللي حصلت مبارح شهدت أن وزارة الداخلية نظامت رحلات ترفيهية لعدد من أسر الشهداء وتم استحابهم لزيارة بعض المعالم السياحية زي المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات بالجيزة وتم خلالها توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال وتقديم التهنئة لأسر الشهداء وجاء ذلك في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة 72 وتخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية اللي بتجسد نضال الشرطة المصرية وبطولة وتضحيات رجالها البواسل وفي إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديراً وعرفاناً بما قدموا زويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن إمبارح دشن المكتب البابوي للمشروعات صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتعريف الشباب والجمهور بأنشطة ومجالات عمل المكتب البابوي بعد تجربة نجاح لعشر سنين إمبارح أعلن تصنيف وبماتريكس عن صدور نسخة يناير 2024 من التصنيف العام اللي شهدت إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية التقرير أوضح تواجد ست جامعات مصرية ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى التصنيف اللي بيضم 32 ألف مؤسسة تعليمية من جميع أنحاء العالم وجاءت جامعتاي الإسكندرية والقاهرة ضمن قائمة أفضل 500 جامعة وأظهرت نتائج التصنيف تقدم جامعة الإسكندرية في المركز الأول بين الجامعات المصرية بالحصول على المركز 492 على مستوى العالم تليها جامعة القاهرة في المركز الثاني محليا بالترتيب 499 عالميا إمبارح واصل المجلس القومي للمرأة استقبال ضيوف المعرض وزائري في الجناح المخصص لوف منطقة بيغ 54 بقاعة 3 في معرض الكتاب واستقبل جناح المجلس الدكتور راستين زاركر مدير المكتب الإقليمي لمكتب مكتبة الكونغرس بالقاهرة ويليام كعبيكي المدير الميداني لمكتبة الكونغرس الأمريكية بالقاهرة وأبدى ممثل مكتبة الكونغرس بالقاهرة إعجبهم بالإصدارات السنوية اللي بيصدرها المجلس وقام فريق عمل المجلس بإهداء مكتبة الكونغرس نسخة من أحدث المطبوعات اللي بيصدرها المجلس القومي للمرأة نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات اللي شهدت الانتهاء من تغيير مواسير شبكة الصرف الصحي تحديدا بقرية نفيشة في الإسماعيلية مطار مرسى عالم الدولي حيستقبل كمان 107 رحلة طيران أسبوعية كمان تم علاج 1028 مواطن خلال قافلة طبية في محافظة دميات وافتتاح مسجدين في بني سويف بعد تجددهم بـ 5.5 مليون جنيه أخبار تانية هنتبهحها في التقرير اللي جاي محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث أبرزها أن الوحدة المحلية لقرية نفيشة الطبع لمركز ومدينة الإسماعيلية انتهت من تنفيذ أعمال تغيير جميع مواسير الصرف الصحي المتهالكة واستكمال تغيير مواسير الصرف الصحي الواصلة بين العمارات ومطابق الصرف الصحي بالمنطقة لتوفير حياة كريمة للأهالي مطار مرسى عالم الدولي هيستقبل بداية من اليوم السبت وحتى نهاية الإسبوع 107 رحلة طيران دولية أوروبية أسبوعية وبيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية من قبل سلطات المطار على الوافدين فور وصولهم أرض المطار مديرية الصحة أكدت أنه تم تنظيم قافلة طبية بقرية المسيري بمركز كفر سعد تضمنت 10 عيادات متنقلة تردد عليها 1028 مواطن وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان ده بالإضافة لإجراء 183 تحليل بمعمل الدم و24 تحليل بمعمل التفايليات وفحص 26 حالة بالأشعة و22 حالة أخرى بالسونار مديرية الأوقاف في محافظة بني سويف افتتحت مسجدين بمركز ناصر ومركز بني سويف بعد إحلالهم وتجددهم بمبلغ 5.5 مليون جنيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالده أهلية أعلنت قطع المياه اليوم السبت لمدة 12 ساعة بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساءا لأعمال الصيانة الدورية وبتشمل تحديدا مناطق بعض قرى طلخة وشيربين وبيستعد أصحاب الإبل في العريش للمشاركة في سباء الهجن التنشيطي اللي بينطلق الاثنين المقبل بمنطقة الميدان غرب العريش ده بحضوره مشاركة جماهيرية من المهتمين بالسبقات وبمشاركة أكتر من 400 إبل من جميع الفئات العمرية ممثلة فيما يزيد عن 15 قبيلة اشتركوا في القناة